موسيقى أي دور للإعلام في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وقضية الصحراء تحديدا الإعلام حلقة والوصل بين رأي العام وصناع القرار عموما خلال ما يناهز 45 عاما خضا ويخوض المغرب معارك لا تتوقف دفاعا عن وحدته الترابية وعن قضاياه الكبرى العادلة في الخارج ولعل المعركة المستمرة دفاعا عن مغربية الصحراء ضد الجزائر والبوليزاريو هي من أطول معارك العهد الحديث في المملكة المغربية ما بعد الاستقلال معركة حسمها ربما المغرب عسكريا رغم المناوشات القادمة من حين لآخر من الشرق معركة حسمت وأغلقت قانونيا أيضا بمنطوق الأمم المتحدة فبقيت المناوشات السياسية ثارة والإعلامية ثارة أخرى والميدانية العسكرية العنيفة في بعض الأحيانة في حلقة هذا المساء نتساءل عن دور الإعلام والصحافة في المغرب في الدفاع عن القضايا الوطنية هل يمكن التعويل على الإعلام المغربي في شق أساسي للترافع في هذه القضايا أم أنه يبقى مجرد إكسسوار ثانوي حين يتعلق الأمر بالقضية الوطنية وإذا كانت الجزائر تخوض حربا معلنة تكاد تكون يومية عبر إعلامها الرسمي والخصوصي أيضا في الداخل كما في الخارج ضد المغرب فكيف يتعامل الإعلام المغربي في المقابل مع هذه المعركة الإعلامية والدعائية من الجزائر ومعها البوليزاريو أهلا بكم من العاصمة أهلا بكم من العاصمة في هذه الحلقة الجديدة التي نقدمها لكم من العاصمة الرباط تحية لكم مشاهدين أينما كنتم تتابعون على قناة العيون في القليم الجنوبية وعبر أنحاء المملكة المغربية وإنما كنتم تتابعون عبر أنحاء الأعلام في هذه الحلقة التي نسائل ونتساءل فيها عن دور الإعلام في القضايا الوطنية القبرى ويسعبني فيها أن أستقبل اليوم الزميل الإعلامي عبد السلام عزوزي عضو فدرالية النشرين في المغرب ورئيس أكاديمية المستقبل للإعلام سي عزوزي مساء الخير ومرحبا بك معنا من العاصمة على قناة العيون مساء الخير أهلا وسهلا بكم وشكرا على دعوتكم لحضور هذا البرنامج المميز مرحبا قبل الدخول في التفاصيل دعني أنقل إليك التساؤل الذي ذكرته في التقديم هل الإعلام دوره أساسي ومحوري في القضايا الوطنية الكبرى والاستراتيجية سواء في الداخل أو في الخارج أم يكاد يكون إكسسوارا ثانويا قد يتم الاعتماد عليه كما قد لا نحتاجه ربما في هكذا حالات ربما وقضايا أولا لابد من تأكيد على أن الإعلام عموما سواء في بلادنا أو في جميع بلدان العالم يعتبر الركيز الأساس فيما يتعلق بكل القضايا المرتبطة بالوطن والمواطنين لذلك فالإعلام له دور محوري وأساسي من أجل الترافع وتسويق المنتوج الداخلي لكل وطن كان هذا المنتوج اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو إلى غير ذلك ولهذا من يعتقد أن الإعلام هو مجرد إكسسوار يكون مجحفا في حق السلطة الأولى ولم تبقى السلطة الرابعة السلطة الأولى التي تعمل على قلبي العديد من الأفكار والاتجاهات وتقلب الموازين في العديد من الدول وحتى أنها تؤثر كثيرا في صناع القرار سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي إذلك فالإعلام فمن يجهل دور الإعلام في مثل الدفع بالتطور والتنمية والتجديد لكل بلد فهو لا يعرف قيمة ومهمة ودور الإعلام في التطور وتقدم الأمم لأن الإعلام يحمل رسالة وهذه الرسالة نبيلة ينقل عبرها مجموعة ما يختمر لدى المجتمع وبالتالي توزيع هذه المعلومة توزيعها على المجتمع من أجل تنويره وتوضيح بعض الإشكالات المطروحة وبعض الأغلاط أو المغالطات التي تتم في هذه القضية أو تلك وإذا ما طرحنا قضية القضايا الوطنية الكبرى للمملكة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية نجد أن الإعلام كان سباقا ورائدا في الدفاع عن هذه القضية بالرغم من كل الإكرهات التي يعاني منها منذ انطلاقه إلى الآن إذن فالإعلام له دور حاسم وأساسي ومن المفروض على الجهات المعنية سواء في الجهات الرسمية أو في القطاع الخاص أو لدى المستمرين أن يفكروا بجدية خصوصا في اللحظة المميزة التي يعيشها المغرب إذن هذه الانطلاق الكبرى لهذه الأوراش المميزة التي أطلقها المغرب على مر عقدين من الزمن يجب على هؤلاء أن يفكروا بجدية في إطلاق إعلام قوي جديد متجدد خصوصا في ظل هذه التفرة التكنولوجية الحديثة التي تعتمد بالأساس على الصوت والصورة لذلك فلم تبقى الدول منغلقة على نفسها كما كان في السبعينات والستينات والثمانينات الآن العالم منفتح وقرية صغيرة يعلم الداني ما يجري في أقاص العالم لذلك المفروض علينا أن نفكر بتأمل وبجدية في أن نحرك عجلة الإعلام وأن نجددها ونتطورها سواء على المستوى اللوجيستيكي أو المستوى الإمكانيات أو على مستوى المهننة على مستوى تطوير الكفاءات الإعلامية التي يزخر بها المغرب والدليل هو أن المغرب صدر العديد من الكفاءات الإعلامية المميزة التي تشتغل في قنوات إعلامية كبيرة في العالم لذلك لماذا لا نستثمر هذه الكفاءات المتواجدة الآن في المغرب أو الخارجة لكي نطور إعلامنا ونجعله فعلا هو القدم الأخرى التي يقف عليها المغرب إضافة إلى القدم التي تجمع كل هذه الرزنامة من المجال الاقتصادي والحقوقي والدستوري إلى غير ذلك أين يكمن في تقديرك الدور الأساسي ومائيسي للإعلام حين يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى بشكل أهم؟ الإعلام كما سبق أن قلت في العديد من المداخلات له دور محوري أساسي وهو طبعا مفروض عليه مهنيا أن يكون في الخندق المتقدم للقضايا الكبرى وخصوصا قضية الصحراء المغربية فكلما تجدد النقاش والنزاح حول هذا الإشكال المفتعل في قضية الصحراء المغربية كان الإعلام سبقا إلى الخندق الأمامي أولا لنقل الصورة الحقيقية عن ما يجري داخل الصحراء المغربية وبالتالي تسويق هذه الصورة بشكل حقيقي وموضوعي ومهني أكبر لدى الرأي العام الدولي إذن حينما لا يكون لك أو عندك إعلام قوي لا يمكن أن ينقل لك الصورة ولا يمكن له أن يترافع بشكل جيد ولذلك يمكن الإقرار الآن بأن قضية الصحراء المغربية لم يبق لها باعتبارها هي قضية عادلة لم يبق لها محام فاشل كما كان في السابق يعيد أنه في السابق كان يقال على أن قضية الصحراء قضية شرعية مربوحة بمحام فاشل الآن أعتبر حين تغيير هذه الدبلوماسية المبادرة التي أعلن فيها جلالة الملك في خطابه الشهير الذي أكد فيها على تغيير السراتيجية الدبلوماسية المغربية أصبح الآن المغرب مبادر إلى ترافع عن هذه القضية في العديد من المحافل الدولية والتي جرت طبعا جنت المغرب منها العديد من النتائج الإيجابية ثمارها الآن نعيشه خلال مرحلة أو محطة معبر الكركرات التي أجمعت بشكل غير مسبوق العالم حول هذه الخطة الحكيمة المتبصرة للدبلوماسية المغربية في إطار هذه الاستراتيجية المبادرة في إطار الترافع والدفاع عن مغربية الصحراء الإعلام في تقديرك ومن خلال متابعاتك أيضا هل فعلا هو مبادر في التعامل مع هذه القضية وهي حاضرة بشكل مستمر أم أنها ربما مناسباتية مرتبطة ببعض الأحداث السنوية أو الموسمية الطريقة سواء تعلق الأمر بالأمم المتحدة أو ما يحدث مع الجزائر والبوليزاريو وبعض الشركاء أو الخصوم ما أعتقد أن الإعلام الوطني كان مناسباتيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية باعتبار أن الإعلام يواكب كل ما يعتمل داخل الأراضي الأقاليم الجنوبية من أوراج تنموية ومن أحداث متواطرة في الأقاليم الجنوبية ولذلك كان إعلاما مواضبا ومواكبا لكل هذه الأحداث فحسب تجربة المهنية التي انطلقت نهاية الثمانينات أننا في تلك الفترة كنا نواكب قضية الصحراء المغربية ليس مناسباتيا وإنما بكل القضايا التي تطرح فيها وكان الإعلام مسبقا إلى الدفاع عن هذه القضية من أجل أن تواكب المجال السياسي والديبلوماسي المجال التنموي بالشكل الذي يجب أن تكون عليه المواكبة الإعلامية في تقديرك كما وكيفا أم أقل مما كان من الممكن أن يكون عليه هذا التتبع والمواكبة؟ في رأيي أن المتابعة طبعا لم تصل إلى المستوى المطلوب نظرا كما سبقا قلت إلى المطبطات والإكرهات التي يعاني منها الإعلام الوطني المغربي منذ مدة طويلة ولذلك كان الإعلاميون نظرا لغيرتهم عن وطنهم ونظرا لحبهم لقضية الصحراء الوطنية ونظرا لواجبهم المهني في الإعلام كانوا يبادلون ويواكبون هذه الأحداث بحيث أن العديد من أو كل الإعلاميين سبقوا أن زاروا المناطق الصحراء وتجولوا وتحدثوا وحاضروا في هذه المناطق واستقسوا آراء المواطنين الصحراويين الموجودين بأقارمنا المسترجعة ما الذي كان ينقص؟ نعم؟ ما الذي كان ينقص؟ كان ينقص أن نعلن ثورة إعلامية في تلك الفترة يعني بداية التعينات كان المغرب عليها أن يعلن ثورة إعلامية بالشكل الحقيقي بمعنى أن يهيب ويشجع الاستثمار في المجال الإعلامي في مجال الإعلام الخاص وأن يشجع الإعلام الرسمي كذلك من أجل أن يواكب هذه الأحداث بالشكل المطلوب كان ممكن أن نفوت هدر هذا الزمن الذي كلف المغرب هائلة من الإمكانيات المالية والزمنية فالإعلام هو يقصر المسافة بحيث يمكن أن تربح بالإعلام في فترة وجيزة أكثر من أنك تربح في استثمار في مجالات أخرى لأن الإعلام هو المؤثر على صنع القرار سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي كذلك كان خطابنا ليس خطابا موجها إلى الخارج بالشكل المطلوب ولذلك نحن الإعلاميون نفاجع حينما نزور باقي الدول العالم نجد أن صوتنا أو صوتنا غير مسموع هناك إعلاميا بمعنى ما يجري داخل هذا البلد من أوراش تنموية كبرى ومهمة جدا لم يسمعها الآخر لماذا؟ لأن صوتنا أو صوتنا لم يصل إليهم لماذا لم يصل إليهم؟ لأن إعلامنا منقوص في العديد من المجالات سواء على المستوى التكويني أو على المستوى اللوجيستيكي أو على مستوى الإمكانيات أو على مستوى الاستثمارات لذلك يجب أن نطور هذه الترسانة الإعلامية بالشكل المطلوب إذن هذه الثورة لو أننا استثمرنا فيها في بداية التسعينات كنا حققنا نتائج مهمة فيما يتعلق بقضية الصحراء كنا حققنا كذلك نتائج إيجابية في الضغط على اللوب المسيطر على قضية الصحراء خصوصا في الكونغرس الأمريكي باعتبارها الدولة الحاكمة والموجهة للقرارات السياسية على المستوى الدولي فبمجهود كبير على مدى عقدين من الزمن في العهد الحديث استطاعت المملكة المغربية أن تؤثر نسبيا في القرار الأمريكي من أجل تعديل خطة التي كانت ممنهجة فيما يتعلق قضية الصحراء وفيما يتعلق تغيير المونيرسو كل سنة إلى غير ذلك فكان في سنة 2018 حينما كان بلوتون المستشار الأمريكي كان عدل لأنه يتعاطف مع جبهة البوليسار ومع النظام الجزائري كان عدل التاريخ المعتاد السنوي لتغيير المونيرسو من سنة إلى ستة أشهر ودافع بشراسة على أن تعتمل حقوق الإنسان في الصحراء لذلك هذا التوجه كان وضع قضية الصحراء في منعطف خطير لو أن المغرب لم يأخذ الأمر بجدية وحاول أن يسرع من تواصله واتصالاته مع المنصدم الدولي من أجل أن يقلب الطاولة على كل خصوم الوحدة الترابية وجعل في نهاية المطاف أن الأمر يسير بشكل كبير بالعكس من ذلك أن استطاع المغرب في فترة ترامب أن يحول مجرى قضية الصحراء المغربية لصالحه خصوصا في القرار الأخير 25-48 الذي يؤكد على أن الحكم الذاتي هو مبادرة ذات مستاقية وجدية وهي الحل الوحيد المعتمل في إطار توافق سياسي ما بين الطرفين ونقطة أساسية ومهمة بالنسبة للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء هو إدخال الجزائر كطرف أساسي في القضية بمعنى أن تلك الورقة التي كانت تغطي بها أطروحاتها الجزائر فيما يتعلق بالنزاع الصحراء باعتبارها طرف غير معني أن هذه الورقة كشفت وخطة المغرب كانت محكمة في هذا الابتجاه مما أدى إلى عزل النظام الجزائري عالميا فيما يتعلق بهذه النقطة وإدخاله كطرف أساسي في النزاع مع المغرب نظر للعديد من القضايا والملفات الشائكة التي لازلت قائمة ما بين المغرب والجزائر منذ استقلال الجزائر إلى الآن طيب لو أعود بك لتطورات الأحداث الأخيرة في منطقة الصحراء وما عرف بملف القرقيرات من تواجد سواء مدني أو عسكري لبوليزاريو في المنطقة ومبادرة المغرب إلى تأمين المعبر وفتحه في وجه الحركة الاقتصادية والتجارية من المغرب نحو موريتانيا وما كان يواكب ذلك أيضا من مناوشات عسكرية على امتداد الحدود بين المغرب والجزائر والتحركات الدبلوماسية أيضا التي وكبت هذه التطورات الأخيرة لو تسألت معك عن الدور الذي لعبه الإعلام المغربي أو الطريقة أيضا التي تعامل بها الإعلام المغربي مع هذه الأحداث في رأيك كيف كانت؟ أولا يجب تأكيد قبل التطرق إلى دور الإعلام في هذا المجال على أن عملية الكركرات كانت بمثابة الشعر التي قسمت ظهر البعير والتي قطعت الشك باليقين من أجل تعريت كل الأوراق أوراق النزاع المفتعل حول الصحراء لدى الرأي العام الدولي وبذلك كانت عملية الكركرات التي تمت بحكمة وتبصر بليغين استطاع من خلالها المغرب أن يؤكد للعالم على أن حجته أكيدة وعلى أن قضيته شرعية وعلى أن نيته حسنة فيما يتعلق بهذا النزاع وأنه كما قال جلالة الملك في العديد من الخطاب أن يد المغرب ممدودة لجاره الشرقي الجزائر من أجل التفاوض والجلس على طاولة الحوار ولذلك أعتبر أن عملية الكركرات هي عملية أنهت هذا النزاع بشكل واضح وبشكل جلي وأن الرأي العام الدولي تتبعها وكما يعلم الجميع أنه كان هناك إجماع دولي غير مسبوق ولا زالت الدول تتفهم هذا الملف وتؤكد وتؤيد ما قام به المغرب في معبر الكركرات التي تمت بشكل نظيف في الشق الإعلامي طبعا كانت متابعة قوية ومهمة بالنسبة للإعلام سواء في شقه الرسمي أو في شقه الخاص ولعبت وسائل الإعلام الرقمية دورا كبيرا في تغطية هذا الحدث والإذاعات الوطنية سواء الخاصة أو الرسمية كذلك قامت بدورا كبير في هذا المجال من خلال الحوارات والاستجوابات والتقاط الأحداث لحظة بلحظة من خلال ما كان يحدث في منطقة الكركرات طبعا هي عملية لم تتطلب وقتا كبيرا في التدخل الميداني كانت تدخلا يعني بسيطا تم إجلاء هؤلاء إعلاميا امتدت وما زال ممتدنا طبعا إعلاميا امتدت وتم التغطية على المستوى الإعلام الدولي الإعلام الدولي غطى بشكل كبير قضية معبر الكركرات وأن العديد من الوسائل الإعلام الدولية انتقلت إلى عين المكان وغطت هذا الموضوع وكذلك الإعلام الوطني اجتهد بإمكانياته الخاصة على أن يقوم بتغطية هذه الأحداث من قلب المنطقة كل هذه الأدوار التي قام بها الإعلام الوطني في السمع والبصري والمكتوب والرقمي والإلكتروني استطاع أن يكشف كل الترهات وكل العملية التزويرية المثبتة والإدعاء المثبتة فيما يتعلق بالإعلام النظام الجزائري الذي ارتبك بشكل كبير وأدى به الأمر إلى أن يضغط على زملائنا الصحفيين والإعلاميين الجزائريين من أجل أن يكتبوا ويتابعوا ويغطوا ما لا يؤمنون به وأنا للعديد من زملاء الصحفيين الجزائريين لا يؤمنون بما يقولون ولكن هناك ضغوط قوية أن تتعلم بأن النظام الجزائري يعني هو مسيطر على الإعلام الجزائري بالرغم من تعدديه يعني يضغط ويوجه ويعطي الرؤوس الأقلام لكتابة الافتتاحيات إلى غير ذلك في هذا المجال لذلك نجد أن الإعلاميين جزائريون نظرا لهذه الضغوط ذهبوا إلى أبعاد من ذلك إلى تأسيس جمعية لمناصرة جبهة البوليساريو كيف للإعلام في العصر الحاضر أن يكون فعلا إعلاميا حرا أن يؤسس جمعية تناصر وهما معروف لدى الإعلاميين الذين هم يتتبعون الميرف من بدايته إلى نهايته لذلك فكان الوضوح والشفافية التي تجلى والتي تميز بها الإعلام الوطني إضافة إلى النقل المباشر للإعلام الدولي لما يحدث في منطقة الكركرات أعطى مصداقية للعملية العسكرية الناجحة والمميزة والحكيمة وأعطى لعملية الكركرات يعني انتشارا واسعا على مستوى الإعلام الدولي وتدخل في الإطار كذلك العديد من المتتبعين والمحللين السياسيين الدوليين من أجل إبراز خطورة الوضع في منطقة الساحل والصحراء لأن البوليساريو كما تعلم أنه يحتضن العديد من المنظمات الإرهابية التي تجاجر في البشر وفي السلاح وفي كل شيء والعمليات التي تمت على مر السنين في الصحراء عمليات اختطاف وعمليات ترهيب وعمليات قتل وعمليات حرق المواطنين المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيام الربوني جنوب الجزائر تدل على أن الوضع هناك في منطقة تندوف وضع لا يمت بصلة لحقوق الإنسان ونحن نعيش اليوم الذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان تعلم بأن الجزائر الآن فيها عبيد وفيها رق بوثائق نتوفر على وثائق فيها تحرر أرقاب عباد الله هناك هذه هي المنظمة التي تريد أن يعيش الشعب الصحراوي في ذل الدموقراطية إلى غير ذلك ما هذا الهراء؟ إذن يجب أن ينظر أن يغير الرأي العام الدولي منظوره إلى ما يقع في تندوف وأن يضغط بشكل كبير على إحصاء هؤلاء اللاجئين وبالتالي فرض على الجزائر أن يفتح هذا المخيم الجهنمي أمام المواطنين المحتجزين الذين يصرخون الآن أمس والآن وما زالوا يصرخون عبر فيديوهات صغيرة مصربة يصرخون من أجل العودة إلى وطنهم ويقولون أننا لو وجدنا فرصة للهروب من هذا الجحيم سنعلن طبعا وطنيتنا وعودتنا إلى وطنينا الأم الذي هجرنا منه قصرا نهاية السبعينات لذلك على المغرب أولا أن ينهج خطة في اعتقادي أساسية في المستقبل سنعود لما يجب أن يتم القيام به مستقبلا أبقى معك فيما هو أني وما مضى حتى وأتسأل معك سي أبسلام عزوزي من منطلقك كإعلامي وكمسؤول في المجال عن مؤسسة أكاديمية المستقبل للإعلام وعضو فرالية الناشرين لو سألتك بموضوعية كيف تقارن معالجة ومتابعة الإعلام المغربي لمشكلة الصحراء بشكل عام ومتابعة الإعلام الجزائري لهذا الملف كيف تقارن بينهم بموضوعية طبعا بموضوعية ولا يمكن في هذا الاتجاه إلا الإقرار بالواقع والواقع يقول على أن هناك إعلامين إعلام وصحافة مغربية وإعلام وصحافة جزائرية الإعلام الوطني المغربي تعامل مع قضية الكركات ومع النزاع المفتعل في الصحراء منذ انطلاقه إلى الآن بمهنية عالية وبأسلوب متجرد لأنه يؤمن بشرعية القضية وبالدفاع عن قضية هو يؤمن بأن الصحراء أرضه ولم ولن يتنازل عنها وأن كل الحقائق الموجودة في الصحراء المغربية هي حقائق تنقال بشكل موضوعي ولا مراءة فيها حتى الأحداث التي كانت تحدث داخل العيون مرة من حين إلى آخر من طرف بعض ما بين معقوفتين الانفصاليين أو الغاضبين أو الممولين من طرف النظام الجزائري داخل العيون فكان الإعلام الوطني المغربي ينقل هذه الأحداث بكل تجرد وبكل موضوعية وبكل مهنية عالية وطبعا هذه المهنية العالية وهذا التجرد يفتح شهية بعض المنظمات الحقوقية التي لا تساير الحقيقة والواقع لكي تنقل بعض الأحداث وتبني عليها تقاريرها الدولية إذا ما انتقلنا إلى الطرف الآخر في الجهة الشرقية للجارة الشرقية الجزائر نجد أن الإعلام الجزائري على مر هذا النزاع وبالخصوص في السنوات الأخيرة بدأت وكالاتها الرسمية وثبت ذلك في العديد من التقارير ومن الأحداث أنها زورت العديد من الحقائق يعني لا يعقل وكالة رسمية لدولة تزور حقيقة واقعية ومفهومة لدى الرأي العام الدولي ويتتبعها الإعلام الوطني والدولي كذلك الإعلام الجزائري استشاط غيضه طبعا حينما نقول الإعلام والصحافة الجزائرية نقول الإعلام المسوق أو المتحكم فيه من طرف النظام الجزائري هؤلاء استطاعوا أن يفبركوا أحداث خطيرة حول الوضع في الصحراء ويتخيلوا سيناريوهات غير لا أساس لها من الصحر حينما أولا يروجون للبلاغات التي وصلت أعتقد 26 أو 27 بلاغ عسكري للكيان الوهمي فأين هذه البلاغات العسكرية وأين هذه الصدمات في المنطقة العازلة لا أثر لها فنحن بعض الزملاء الإعلاميين سافروا إلى هناك وغطوا بشكل مباشر عن طريق فيديوهات وبشكل خاص ما يقع في المنطقة العازلة أن الأمور مستسبة والأمن والسن بالمنطقة ولا أساس لكل هذه الأراء ولكل هذه الأخبار الزائفة التي يحاول النظام الجزائري والبوليساريو ترويجه داخل المخيمات من أجل إقناع المواطنين المحتجزين داخل المخيمات بأن زعامتهم أو قادتهم إذا صح التعبير يقومون بأعمال ريادية في مجال محاربة الطرف الآخر لذلك أن الإعلام الجزائري يعني تاهى عن السكة تاهى عن السكة ولم يخلص لرسالة النبيلة الموكولة له في إطار اشتغاله في المجال الإعلامي المفروض حتى في الحروب أن تتحلى بالموضوعية والمهنية والحيادية إذا كان الأمر يتعلق بحقائق واضحة لأنه نحن نعلم أن الصحفي الحربي أو المراسل الحربي الذي يرافق الجيوش ببان الحرب لا بد من أن يتحلى بنوع من الاستقلالية على أساس في إطار الدفاع عن الوحدة الترابية أو الوحدة الوطنية لا يمكن أن يرتكن إلى هذه الحيادية في مجملها ولكن كيفما كان الحال لا بد أن تنقل بعض الأحداث التي عدم تزيف الوقائة طبعا فكيف يعقل بطرف آخر يقول نظامه أنه لا علاقة له بالنزاع كيف تدخل نفسك في نزاع أنت تقر بأنك لست فيه ولست طرفا فيه وبالتالي تروج كل الأكاذيب وكل الأخبار الزائفة من طرف لا علاقة له بما يجري بالأحداث لذلك نقول أن على الصحفيين الجزائريين المغاربة صحفيين الجزائريين أن طبعا هم مغاربيين ونحن نطمح دائما إلى خلق فضاء مغاربي يكون فيه التنافس على الصفقات وعلى التنمية وعلى التضامن وعلى التآذر عوض ما أننا الآن نتنافس على الفراغ على الفراغ وعلى هدر الطاقات والقدرات البشرية والمادية والطبيعية لهذا الفضاء المغاربي لذلك قلت على الإعلاميين الجزائريين أن يراجعوا أنفسهم وأن يحاولوا أن يصححوا كل هذه الأفكار الزائفة التي يروجونها حول ما يقعوا في معبر الكركات في ذل أن الوضع على ما هو عليه اليوم وأن الجزائر تهاجم المغرب بآلة إعلامية ودعائية أساسها الزائف والتغليط في تقديرك كيف يمكن ويجب التعامل وأمض على الدعاية والبروباغاندا الإعلامية التي تخوضها الجزائر ضد المغرب بشكل يومي تقريبا وعبر منابر وقنوات متعددة جدا كيف يمكن التعامل مع هذا؟ أولا لابد من التأكيد على أنه الرد في مثل هذه الحالات لابد أن يكون ندا للند بمعنى المغرب عليه أن يتجه نحو صناعة البروباغاندا من أجل الترويج الضروري لما يجري في المغرب وما يجري في قضية الصحراء المغربية لابد أن يعطى للإعلام المغربي دوره الأساس فيما يتعلق بهذا الترويج وسبقا قلت سلفا أن عملية الترويج لا زالت تنقصنا في الوقت الذي الخصم يجهز آلة إعلامية بروباغاندية بشكل فضيع والسوق مثال هنا هو ما حدث على إطر الندوة التي نظمتها مؤسسة لسان الدين الخطيب للدراسات وحوار الثقافات التتبع الكبير للخصم لما جرى في هذه الندوة التي شارك فيها العديد من الإعلاميين والديبلوماسيين إلى غير ذلك والتي استطاع أو حاول هؤلاء أن يبخشوا كل الأفكار التي قيلت لأنهم أحسوا أو أشعروا بأن كل المداخلات التي تمت من الديبلوماسيين وغيرهم أخصا الأستاذ البشير الدخير والممثل الدائم للهيئة الانتحاد السابق لسي محمد ويشكي وكثير من الإعلاميين والخبراء أنهم أحسوا بأن قيمة هذه المداخلات التي تمت وواقعيتها ووضوحها فيما يتعلق بمعالجة قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ولذلك على المغرب أن يجهز نفسه من أجل أن يخوض تجربة إعلامية جديدة بكل الإمكانيات وأنتم تعلمون أن أول أمس كان الاجتماع للمنشأة الصحفية التابعة للمجلس الوطني الصحافة بالضربضة وأجمع الكل على أساس أن يشهد المشهد الإعلامي قفزة نوعية من أجل دعمه ومن أجل دعمه لا ماديا ولا تكوينيا إلى غير ذلك من أجل أن يقوم بدوره الأساس في كل القضايا الكبرى ماذا هذه المنظمات والهيئات المهنية؟ سواء تحدثنا اليوم عن المجلس الوطني للصحافة كهيئة منظمة ومؤطرة اليوم للقطاع أو هيئات أخرى سواء نقابات المتعددة المتدخلة في المجال أو بعض الجمعيات المهنية كيف يمكن أن تكون مثلا مؤثرة في الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مواجهة الآلة الدعائية للجزائر؟ أولا لا بد من تأكيد على أن هذه الإطارات الجمعوية كان من المستحب أن تجتمع في إطار تنظيم واحد ويتم كل في مجاله الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن هناك إطارات مهمة مثل المجلس الوطني للصحافة الذي أعطى مهمة الإعلام والصحافة للجسم الصحفي وهناك الفيدرالية المغربية لناشر الصحف التي تجمع كل الناشرين سواء في الصحافة المكتوبة أو في الإعلام الإلكتروني وهناك النقابة طبعا هي نقابة عتيدة والتي تدافع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين هذه البنية المهنية الجمعوية التي تجتمع في منظر واحد هو الإقلاع بهذا الإعلام الوطني نحو تبني أفكار جديدة نحو مواكبة العصر نحو أن يكون الإعلام فعلا إعلاما قويا والإعلام لا يمكن أن يكون قويا بدون تكوين وبدون ربط الإعلام بالبحث العلمي بحيث أن الأجيال أو الأجيال التي تخرجت في السنين الأخيرة ينقص هذا التراكم المهني والتراكم المعلوماتي ولذلك المفروض أن يربط كل المؤسسات التي تشتغل في التكوين وفي التدريس أن تربط علاقتها بالبحث العلمي بالجامعات وبالكليات من أجل أن يتشبع الطالب الصحفي المستقبلي بكل المعلومة الخاصة بالقضايا الوطنية الكبرى هذا جانب لا بد من التركيز عليه حتى يمكننا أن نتفادى ما نعيشه اليوم في صحافتنا وفي إعلامنا من تفاهة يمكن أن نقول أصبحت منظمة منظمة لأنها تدر أرباحا كثيرا على هؤلاء الذين يشغلون فيها ولذلك يجب المراجعة دقيقة وهيكلية للقطاع بصفة عامة لأن الآن نحن مقبلون على واقع جديد هذا الواقع هو واقع الرقمنا بحيث من هنا إلى حوالي سنة 2050 سوف يكون المغرب مفروض عليه أن يعيش بسفر ورقة بمعنى أن كل المنتوج المروز سيكون رقمي بمئة بالمئة إذن كيف يمكننا أن نؤهل الكفاءات المهنية الإعلامية إلى هذا الوارد الجديد في مجال التكنولوجيا الإعلام لذلك ما يتعلق بما يجري في الصحراء المغربية هو فقط وسيلة من الوسائل التي تدفعنا نحن كإعلاميين إلى المطالبة أكثر بأولا تزود بكل ما يروج حول الملف بحيث أن هذا نقص طبعا وسبق أن أشرنا إليه في العديد من المناسبات أن الجهات الرسمية عليها أن تمد الصحفيين بكل الملفات الأساسية المتعلقة بقضية الصحراء وكل المستجدات وأحيانا إذا تعلق الأمر حتى بالستراتيجيات المستقبلية لأنه حينما أكون كإعلامي متفهم للوضع وأمامي أوراق وأمامي استراتيجيات يمكن أن أبني عليها استراتيجيات التي يمكن من خلالها أن أسوق ما يجري بداخل الوطن وبقضية الصحراء المغربية طيب هنا عندي مشكلة أو خلينا أقول مشكلين في الحديث عن الأمر مسألة البروباغاندا واختيارها كوسيلة لأمد على الدعاية الكاذبة الجزائرية ولتبسيط المفهوم طبعا لما نتحدث عن البروباغاندا فأساسا ترويج أخبار زائفة وغير حقيقية أو أخذ أخبار ومعطيات وإعطائها أكثر من حجمها أو إخراجها عن سياقها والمسألة الثانية لما تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك تعاون وتكامل بين الصحفي وبين الدولة والمؤسسات بشكل نائع دعونا أبدأ بالأول قبل أن نعود للعلاقة داخليا بين الصحفي والمسؤول السياسي ألا ترى أن ربما أن ينهج المغرب نفس سياسة الجزائر التواصلية والإعلامية قد يأتي لو اعتمد على البروباغاندا أساسا بنتائج عكسية وربما بصورة مغلوطة وغير حقيقية تنكشف بعد حين مع الوقت وتأتي بنتائج عكسية سواء في الداخل أو في الخارج لا أولا يجب التأكيد على أن البروباغاندا بالضرورة ليس من أهدافها أنها تعتمد على التزوير وعلى الأكاذيب لذلك أن البروباغاندا هي أنك تسوق صورة حقيقية لكن بأساليب حديثة وبأساليب جد مؤثرة يكون لها مفعول على الواقع وعلى صناع القرار على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي لذلك المغرب هنا ستكون في تسويق إعلامي أكثر مما هو بوباغاندا طبعا إذن هذا التسويق الإعلامي لا يمكن مهما سوقت من أكاذيب فلن قد تخذل هذا الشخص أو هذا المجتمع مرة لكن لن تخذله عدة مرات ولذلك ستسقط كل هذا المجهود الذي قمت به وهذا ما الآن يسقط فيه النظام الجزائري من خلال ترويجه لهذه الأكاذيب الآن ببما فكرتك أصبحت أوضح خليني أتحول معك الآن للإشكال الثاني الذي ألتقطه ربما من كلامك من أجل التوضيح دائما لما تتحدث عن أن الصحافة بشكل عام والإعلام يجب أن يكون في علاقة تعاون وتكامل مع دولة ومؤسساتها من خلال توفير المعلومات وأيضا تقديم المنتوج والمحتوى الإعلامي لن يفقد هذا الإعلام مصداقيته واستقلاليته وبالثالث تأثيره أيضا على مئي العام وعلى الجمهور داخليا وخارجيا وبالمقابل ربما الأحرى أن يحافظ الإعلام على استقلاليته وعلى المسافة المفروضة مع مؤسسات الدولة أو حتى المؤسسات الخاصة وأن يكون في خطه التحريري لكن ربما بتوجهات تصل إلى نفس الأهداف في نهاية المطاف وهي توابط جامعة للأمة في نهاية المطاف كيف تنظر لهذه العلاقة بين الإعلامي سواء كفرد أو كمجموعة مع الدولة ومؤسساتها والفاعل والمسؤول السياسي طبعا يجب التوضيح أمر مهم حتى لا يفهم قولي السابق على غير هدفه أو محمله فحينما قلت أن الدولة عليها أن تدعم أو أن تواكب تطور الإعلام أقصد في شقه المؤسسات المفروض رسمي حتى يكون الإعلام الرسمي قائم بدوره المنط به من أجل نشر المعلومة الحقيقية والصحيحة للمجتمع ولمجتمع المستوى المحلي أو الدولي هذا من جهة من جهة ثانية أنه على الدولة أن تفسح المجال للقطع الخاص كي ينشط في الإعلام السمعي البصري يعني توفير بيئة ومجال الاشتغال دون التدخل في المحتوى والخط التحريري للمنابر الإعلامية طبعا وإلا سنكون قد ضحينا بكل هذه السنوات سنسقط في النموذج الجزائري الخطاب الواحد ومعيل الواحد سنكون قد ضحينا بكل هذه السنوات التي ناضلنا من أجلها من أجل أولا تحييد القانون كل ما من شأنه إلى غير ذلك مجموعة من المكتسبات التي حققها الإعلام الوطني في هذا السياق ما الذي يحتاجه اليوم الإعلام المغربي من أجل أن يكون دون جاعة أكبر دون تأثير أقوى ودون انتشار أوسع أولا يجب أن يكون الإعلام مدعم استثماريا بمعنى على المستثمرين المغاربة أن يستثمروا في الإعلام الوطني يجب أن يتم الاهتمام بشكل أساسي بالتكوين تكوين الكفاءات هذا ضروري طبعا لنا كفاءات مهمة جدا يفترض أن تستثمر هذه الخبرة التي تتوفر عليها فيما يتعلق بتكوين الأجيال الصعيدة يجب أن تتاح فضاءات أكبر لتناول القضايا المهمة كذلك مقابل كل هذا يجب أن تعمل دوابط من أجل على الأقل إن لم نقول الحد لانتقاص من هذه التفاهة وأنا كان سبق لي في الهاكا في ندوة صحفية سألت رئيسة الهاكا الأستاذة لطيفة خرباش حول هل من قانون يلزم اليوتيوبريين الذين تجهوا إلى خنوات يوتيوب من أجل الحد من كل هذه التفاهة التي تميع المجتمع وتميع الفكر المجتمعي والثقافة المجتمعية إلى غير ذلك إذن الآن يجب أن يعتمل هذا القانون من أجل أن يحد من هذه التفاهة إذا ما ارتكزنا على هذه العناصر الثلاث يمكن أن نحقق أو أن نصل إلى إنتاج منتوج إعلامي جيد واضح قوي مؤثر سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي كذلك يجب على الإعلام أن يشتغل على ثلاث عناصر أساسية في اشتغاله أولا يجب أن ينوع لغة خطابه بحيث أن تضاف لغات أخرى كاللغة الأنجليزية واللغة الإسبانية على الأقل هاتان اللغتان هم المؤثرتان في قضية صحراء المغربية باعتبار أن أمريكا الجنوبية تتكلم لغة الإسبانية وهي وعدد من الدول الإفريقية وعدد من الدول الإفريقية كذلك وهم الدول الذين كانوا يناصرون جبهة البوليساريو قبل أن يتضح لهم الأمر ويعلنون رسميا عن عدم اعترافهم بجبهة البوليساريو كذلك اللغة الأنجليزية باعتبارها هي اللغة الأولى عالميا واللغة المخاطبة في العصر الحاضر فلابد من إعلامنا أن يتكلم هذه اللغات كذلك تماشيا مع السراتيجية المغربية في العمق الإفريقي إذن المغرب اتجه نحو إفريقيا يعتبر المستثمر الثاني بعد جنوب إفريقيا في إفريقيا يعتبر النموذج المميز في التنمية في إفريقيا يعتبر الحاضن إن صح التعبير للرؤية الإفريقية والدائم لإفريقيا وثبت ذلك من خلال العديد من تدخلات المملكة المغربية تضامنا وتآزرا للدول الإفريقية في إطار هذا التوجه المستقبلي للمغرب وفي ظل التنافس الشرس من طرف العديد من الدول في الشق الإعلامي أتكلم والشق الاقتصادي طبعا فهنا يطرح التساؤل أين المغرب إعلاميا في ظل هذه الهبة الاقتصادية والسياسية والدينية للمغرب في إفريقيا هناك محاولات محتشمة لكن هذه المحاولات المحتشمة لا ترنو ولا تصل إلى المبتغى المطلوب لذلك أقول أن المغرب عليه أن يكون في إفريقيا برجلية وليس برجلين واحدة كيف؟ لأنه لا يمكن أن يتجه بلد ويثبت أقدامه استثماريا في قارة بكاملها دون أن يكون الجانب الإعلامي كقدم ثاني يقف عليها بحيث إذا تم ترويج عن طريق وسيلة إعلامية ضاغطة دولية ضاغطة في إفريقيا ترويج أكاديب أو أشياء عن منتوج مغربي في إفريقيا يمكن أن يبخص لك كل هذا المجال وهذا الجهد المبدول في القارة الإفريقية تصريب إلى المحور ما قبل الأخير وهو الحضور الدولي للمغرب إعلاميا أو ممكن أن نسميه الإعلام المغربي دوليا قبل أن ننهي مع الإعلام مقمي ومحتوي إنتاج المحتوى مقمي بشكل عام سواء من قبل الإعلاميين أو أفراد ذاتيين من الملاحظ أنه على امتداد هذه السنوات كاملة منذ استقلال المغرب على الأقل فيما يتجاوز ستة عقود الإعلام في المغرب كان دائما موجها للداخل والإنتاج الصحفي والإعلامي في الغالب كان موجها للمغرب في الداخل عكس مجموعة من الدول التي أخذت مبادرات في المنطقة أيضا نتحدث عن جزائر عن تونس عن مصر هذا دون الحديث عن الدول الأوروبية التي أخذت هذا المبادرات التي تتحدث عنها بإحداث وسائل إعلامية سواء فضائية أو حتى مكتوبة أو حتى رقمية موجهة سواء للإقليم أو للعالم ككل ربما هذا في توازي مع توجهات كبرى للمملكة المغربية أنها ليست دولة ميالة للتطبيل الإعلامي أو الدخول في شؤون دول أخرى سواء إعلاميا أو تواصليا لكن ربما اليوم الضرورة تقتضي ذلك على الأقل إن لم يكن لأخذ المبادرة فللدفاع عن النفس وعن التوابط بشكل رئيسي هل حان الوقت في رأيك عبد السلام عزوزي ليأخذ المغرب مبادرة حقيقية سواء من خلال إعلام رسمي أو شراكة بين إعلام أو قطاع عام وقطاع خاص أو فتح مبادرات وتشجيعها للقطاع الخاص من أجل إطلاق منابر إعلامية استراتيجية لا توجه بالضرورة فقط للمغاربة في الداخل وفي العالم ولكن أيضا توجه لمتتبعين ولجمهور ولرأي أعام ليس مغربيا لنكون دقيقين طبعا نتفق معك في هذا الطرح بحيث أن الخطاب الموجه للمغاربة يكون دون جدوى الآن فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بحيث أن المغاربة كلهم يعني يفهمون بشكل تلقائي وطبيعي وعادي على أن هذه الأرض أرضهم فلذلك لا مجال للتطبيل للمغاربة أو للترويج للمغاربة حول القضية إذن الخطاب الموجه داخليا لم يبقى له دور ربما قد يكون هناك دور تكميلي يعني نسبي معطيات معلومات تنشئات أجيال خلق نقاش عمومي لكن هذا النقاش ممكن أن أستقيه أنا كمواطن من قناة مغربية موجهة إلى الخارج أفضل تتشتغل بشكل حر وبطريقة احترافية أكبر وبمعنويات عالية أفضل من أن أتلقاها من قناة مغربية تحاول أن تروج المنتوج منتوجها داخل الوطن حتى لا يفهم طبعا الخطاب معكوس هذا لا ينتقس من الإعلام المغربي شيئا ولا من الإعلام الموجه للداخل شيئا لا من مهنيته ولا حرفيته ولا كفاءته لكن ما نتحدث عنه هو الجمهور المستهدف جمهور المغرب هناك إجماع وطني واضح وقوي جدا ليس اليوم منذ طورة الملك والشعب وقبلها في مقاومة الاستعمار وفي بناء الدولة المغربية وفي المسير الخضراء وفي محطات متعددة لكن نتحدث الآن عن استهدار جمهور غير مغربي عن جمهور في إفريقيا في دول جنوب الصحراء عن جمهور في أوروبا في أمريكا اللاتينية في أمريكا الشمالية في دول أخرى عربية تجهل القضية وتجهل ما يقع بين المغرب والجزائر وتعتبره مشكلة حدود بين المغرب والجزائر فقط على الطرفين أن يحل بطريقة تواقف وقية ويجهلون حقيقة الأمور طبعا أنه الإعلام الوطني قام ويقوم بدوره الأساس لكن نحن الآن نتحدث في قضية أساسية وكبرى وتشغل المغاربة وضحها من أجلها المغاربة الكثير وهي قضية الصحراء المغربية لذلك الترويج ما يحدث في الصحراء المغربية هو المفروض أن ينقل إلى الخارج من أجل الضغط على صناع القرار في المنتظم الدولي من أجل كسب هذه المعركة أو هذا إيصال الحقيقة إيصال الحقيقة لذلك المغرب عليه أن يطور آلياته مجال الإعلام عليه أن يطور آليات اشتغاله وعليه أن يدبر أموره بشكل يتماشى وهذه الثورة التكنولوجية كما سبق سبق أن قلت الإعلام المغربي عليه أن يتوجه بعد كل هذه السنوات من التراكمات المهنية والخبرية في المجال عليه أن يتوجه إلى الرأي العام الدولي عليه أن ينقل الصورة للمغرب الحديث المغرب الذي يشق الطرق سريعة من الشمال إلى تخوم الصحراء المغرب الذي ينشئ مدن ذكية تنجا تيك الدار البيضاء إلى غير ذلك المغرب الذي الآن ينشئ في الدخل وفي العيون الكثير من المنشآت عاينها عن قرب منشآت ضخمة على هذه المنشآت وهذا العمل وهذا الجهد الكبير الذي يقوم في الأقاليم الجنوبية أن يسمع وأن يرى عن طريق وسائل الإعلام في الخارج لكن كيف ما السبيل لأن اليوم مثلا هناك مجموعة من القنوات الفضائية الناطقة حتى باللغة العربية لا أتحدث فقط عن الإعلام دولي أنه فقط ذلك المتحدث بالفرنسية والإسبانية والإنجليزية وهذا نقاش آخر ربما الغياب فيه كبير جدا لكن حتى عن النقاش العمومي باللغة العربية والموجة للمنطقة العربية ككل هناك قنوات فضائية في فرنسا في تركيا في ألمانيا في هولندا في روسيا أيضا وفي بلدان عربية أخرى وأوروبية من بريطانيا إلى أمريكا تناقش المغرب بشكل عام في قضاياها الاستراتيجية المختلفة سواء تعلق الأمر بملف الصحراء بالوضع السياسي الداخلي الوضع الاجتماعي وما إلى ذلك في ظل غياب للإعلام المغربي الموجه محتوى بدرجة أولى وأساسية للاستهلاك الداخلي فبالتالي رأي العام في المنطقة العربية على الأقل ولدى المتلقي العربي من جالية عبر العالم يسمع لن أقول خطاب واحد لكن خطاب متعدد تتحكم فيه تلك الدول والمغرب فيه يتلقى فقط لا يبادر ولا يصنع فهنا أتسأل معك كيف يمكن أن يكون للمغرب محتوى إعلامي ينافس ويجد قدم أيضا في النقاشات العمومية الدولية والإقليمية والعربية تحديدا هو هذا يفرد كما سبقا قلنا أنه يفرد تطوير وتجديد الإعلام بمعنى أنه كي تخاطب بالرأي العام الدولي بأفكار وبألسنة متعددة وبجنسيات متعددة يجب أن تفتح لها فضاء معين بمعنى أن على الاستثمار المغربي أن يستثمر في الإعلام وتكون لنا قنوات تلفزية في مستوى ما نطمح إليه جميعا لكي تحتضن كل هذه الأطراف الدولية في فضاء واحد للنقاش وليسماع صوت المغرب لا يمكن أن نبقى حبيسي أن نتكلم نحن فقط يعني في هذا البلاتو كان من الممكن أن يكون إضافة إلى مغربي أن يكون طرف آخر فرنسي أو من دول عربية أخرى أو من دولة أخرى لإدارة النقاش حول المغرب حينما يكون هذا التنوع في المحاورين يكون المستمع أكثر وأكبر ويكون الانتشار أوسع لذلك نحن مقبلين على ثورة إعلامية حقيقية من المفروض أن يعجل بها هذه من جهة على المستوى الوطني يجب على الاستثمار أن يحفز في هذا المجال على مستوى الإعلام في المناطق مناطق الصحراء المغربية كذلك نحن وقفنا على كفاءات مهمة جدا في العيون وفي الداخلة وهذه الكفاءات لها من الخبرة ومن التجربة ما يمكن استثمارها في هذا المجال لذلك كما أنشأنا قناة العيون سنة 2004 والتي لعبت دورا كبيرا في حل حلة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفني والرياضي داخل المنطقة الصحراء فالآن من المفروض أن يطور هذا الإعلام السمعي البصري والمكتوب والرقمي في الصحراء المغربية حتى يكون واجهة أساسية لماذا واجهة أساسية؟ كما نحن نحضر لأن تكون العيون والداخلة منصتان أساسيتان تجاريتان كبريتان تربط العالم بالقارة الإفريقية يجب مقابل ذلك أن يهيئ منصة إعلامية قوية تنقل من الصحراء تنقل الأحداث المغربية من الصحراء المغربية في ظل إشراك كل الخبراء الدوليين حتى الأفكار التي تعد خصوماً للمملكة يجب أن نستدرجها إن صح التعبير أو نستثمر فيها لكي نسمح أو نعطيها فرصة للتعبير على رأيها وبالتالي لا بد من أن تقتنع بما يجري في المغرب وما يحدث في المغرب الإعلام ليس هو كي تروج صورة معينة أو حقائق معينة لا بد أن تشرك الخصم قبل الصديق لأن الخصم قادر أن ينتقدك الآن لكن بعد الاقتناء ووقوف على الأحداث في عين المكان لا بد أن يقتنع ويعطي منظور آخر أو رأي آخر والدليل هو ما حدث قبل يومين في الاتحاد الإفريقي يعني واقعة فريدة أن جنوب إفريقيا التي ترأس الاتحاد الإفريقي في هذه القمة الستنائية الرابعة عشر رئيسها يقر بأن الاتحاد الإفريقي ليس له الحق في أن يتدخل في شؤون النزاع المفتعل في قضية صحراء المغربية وقالها رئيس جنوب إفريقيا مؤكنا على أنه بالرغم من هذا القرار الذي يوافق عليه هو شخصيا أنه سيغضب الخصوم طبعا الخصوم هو الخصم الجزائر إذن ها هو الخصم بنفسه حينما حضرت له واقعا ملموسا أقر بأنه لا يمكن أن تقتل أسترجع مكانته في الاتحاد الإفريقي في العلاقات الإفريقية ومسألة المقعد الشاغر الذي كلفنا ديبلوماسيا وسياسيا على انتداد ما يفوق 35 سنة أو على الأقل 30 سنة اليوم يتم تداركها ربما يجب تدارك هذا الغياب أو المقعد الشاغر إعلاميا أيضا بغياب الصوت الإعلامي لأنه كما قلت في البداية هي قضية عادلة وإن وصلت للأطراف والرأي العام أو للقادر فسيكون لها تأتيب هناك تحدي آخر عبد السلام عزوزي عشناه وتابعناه في الفترة الأخيرة هو الحرب الإلكترونية الدعاية الجزائرية ودعايتها البوليزاريو أخذت من منصات مواقع التواصل الإجتماعي سبيلا لها من أجل إغراقها بالأخبار الزائفة المكدوبة الدعاية في بعض الأحيان كانت مضحكة وصلت إلى درجة النكتة وفي أحيان أخرى بما كانت مخلقة خصوصا تتصور مع أن يكون المتلقي أو من يقرأ تلك التدوين أو ذلك المحتوى من تونس مثلا أو من مصر ولا يعرف حقيقة الأمور سيصدق على الأقل أو سوف يتأثر كما هناك صنع محتوى من دول أخرى أجنبية قد يكون مغاربة أو قد يكون جزائريين مقيمون في دول أوروبية ودول أمريكية وغيرها ويصنعون محتوى على الإنترنت يتم تروجه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب يتم مرض عليه داخليا لكن لا يتم مرض عليه خارجيا كيف يمكن التعامل أيضا مع هذه المسألة في تقديرك خصوصا لما نتحدث عن قضايا وطنية وستراتيجية حساسة بالنسبة للمغرب كدولة طيب قبل أن نتطرق إلى أو نجيبك عن هذا السؤال لا بد من أن أرجع بك إلى الموضوع السابق فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي فالآن يعني بعد هذا النجاح الذي حققه المغرب في الاتحاد الإفريقي في القمة الأخيرة القمة الاستنائية الرابعة عشر المغرب الآن المفروض أن يفكر في وسيلة لتغيير المنظومة القانونية الاتحاد الإفريقي من أجل ترضي هذا الكيان الوهمي الذي دخل إلى هذا الكيان بطريقة طبعا غير شرعية ولذلك سراتيجية المغرب في المستقبل هي أن يعمل بكل الوسائل وبهذا الدعم الكبير للأفارقة والترح المغربي أن يطلب بتعديل المثاق الاتحاد الإفريقي من أجل ترضي شكل نهائي للكيان الوهمي فيما يتعلق بالفضاء الأزرق أو وسائط التواصل الاجتماعي التي لعبت فيها الخصوم دورا كبيرا فيما يتعلق بترويج الأخبار الزائفة يجب الإقرار هنا بأنه وأنه تتبعت عن قرب أن الكثير من الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين لعبوا دورا كبيرا كذلك في هذا الاتجاه على شقين الشق الأول هو أنهم حاولوا أن يقرصنوا هذه الأخبار الزائفة ويكذبوها ويعلنوها سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على وسائل الإعلام سمعية بصرية كذلك اشتغل المواطنون الذين ينشطون في هذه الوسائط التواصل الاجتماعي في تويتر في الإنستجرام في فيسبوك في كل هذه الفضاءات الاجتماعية نشطوا بشكل كبير من تلقاء أنفسهم لم يؤثرهم أحد ولم يأمرهم أحد لأنهم يؤمنون بالقضية وأن قضية قضية أمة فاشتغلوا بشكل كبير فيما يتعلق بالرد عن هذه الأكاديب وهذه الزوارات لكن بالرغم من كل هذا فيجب الآن في المستقبل أن نجعل من هذه الفضاءات الزرقاء لوبيا كبيرا من أجل الرد على مثل هذه الأكاديب التي ممكن أن تحدث في المستقبل وطبعا هي مستمرة الآن بحيث أن الصحافة الجزائرية يعني يستغرب المرء حينما تاتي جريدة من الجرائد الجزائرية وتنشر صورة لجنود مغاربة لتقول بأن بعض الجنود أغمي عنهم نظرا للضغط وكذا وكذا وأن هناك بعض الجنود الذين قتلوا نتيجة الهجمة الجيش الكياني الوهمي لغاية كل هذه الأخبار الزائفة مع العلم أن المغرب يتوفر على قمرين استناعيين في الفضاء يصوران كل أحداث وكل وقالهم ارتباط بأقمار أخرى يمكن أن تبحث عن كل يعني أن تتدقق في هذه التفاصيل وفي هذه الأخبار كذلك أن هيئة الأمم المتحدة هي على علم وعلى اطلاع وتراقب عن كثب وعن قرب ما يجري في المنطقة العازلة وفي منطقة القرقرات لذلك كل هذه الأخبار الزائفة التي تبنت عبر هذه الوسائط تلقفها أو تلقى لها النشطاء المغاربة بحزم وحاولوا أن يفندوا كل هذه وكما سبقا قلت إلى درجة أنهم استعملوا التنكيد في نهاية المطاف عملية التنكيد بشكل كبير رائجة في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر وفي غير ذلك من وسائل الوسائط التواصل الاجتماعي لذلك نحن في الواقع في هذه القضية أصبحنا أمام مهزلة إعلامية كبيرة في الفضاء المغاربي تقودها طبعا يقودها النظام الجزائري الذي عبر في الجيش الجزائري عبر في مجلته مؤخرا على أنه عبر عن انسياقه وراء ما يروجه الكيان الوهي باعتبار هو الذي يقوده وهو الذي يوجهه فحينما تتجلى لك الدولة ونظام وجيش بهذا الفكر وبهذا المفهوم وبهذه الرؤية تعرف أن خصمك وقع في وقيعة نصبها لخصمه فوقع فيها هو ولذلك انقلب السحر على الساحر فالجزائر الآن معزولة عالميا يعني رئيسها غير موجود مريض وهي معزولة عالميا وكشفت أوراقها فلذلك لم يبقى لها إلا هذه الطرهات وهذه الأكاديب وهذه الأكاديب يفندها الشعب الجزائري فالعديد من الإخوة الجزائريين في تواصلهم المستمر مع المغاربة يؤكدون أنهم يعني يفهمون الوضع وضع النظام الجزائري المهترئ الذي يحاول أن يسوق هذه الأخبار ويشغل معه الرزنامة التابعة له من أجل اعتبار أن البلاد مهددة من طرف العدو ولذلك لا بد من توجه رأسا إلى هذا العدو ونسيان كل المشاكل الداخلية التي يعاني منها الشعب الجزائري لذلك أنا في نظري أتوجه برسالة مرة أخرى إلى الإخوة الزملاء وزميلات الصحفيين والإعلاميين في الجزائر إلى القول بالتالي أننا نحن كصحفيين وكإعلاميين مغاربيين في هذا المغرب الكبير علينا أن نفهم أن هذا النزاع سينقضي لمحاله وأن كل هذه الأنظمة التي توالت على تسيير وتدبير شؤون الجزائر من الاستقلال إلى الآن ستتغير وأن هناك جيل جديد سيأخذ بزمام الأمور في البلاد وتتضح الرؤية وبالتالي تنكشف الأمور كلها لذلك عليهم أن أولاً أن يلتزموا بمهنية الإعلام وبموضوعيته وبحياده في بعض القضايا التي سوف تجر عليهم وإلى قصوصاً الأجيال الصاعدة الأجيال الصاعدة لأنها ستبقى تشتغل في المستقبل ونحن لنا طبعاً في الفيدرالية المغربية لناشر الصحف سبق لها في تونس أن خرجوا بمشروع تأسيس فيدرالية لناشر الصحف في المنطقة المغاربية وهذا مشروع مهم نشتغل عليه من أجل إحيائه في المستقبل لذلك على الصحافة الجزائرية أن تلتزم الموضوعية فيما يتعلق بكل ما يجري في الأحداث عليها بكل حرية أن تنقل الأحداث وإذا ما أرادت أن تأتي إلى المغرب وتنظر وتعاين عن كثب ما يقع في القرقلات فعليها أن تأتي لا أعتقد أن صحفي جزائري طلب الدخول إلى المغرب لتغطية ما يجري في القرقلات وتم منعه أبداً لماذا لا يقومون بهذه الخطوة حتى يعرف الرأي العام الجزائري والرأي العام الدولي حقيقة ما يجري فيه هذا إن سمح لهذا الصحفي أن ينشر هذه المادة في منبره الإعلام سواء كان رقمياً لا تلفزيونياً إذاعياً أو حتى ورقياً ربما حسن النية من الجانب المغربي هو دائماً مفتوح وواضح تجاه هذه القضية ولأختم معك أن أتساءل عن تعليقك على الطريقة التي تواصل بها المغرب كدولة مؤسستياً ورسمياً في أزمة القرقلات الأخيرة كيف تابعتها وكيف تعلق على الطريقة والثراتيجية التي تواصلت بها المغرب ليس كإعلام ولا كرأي عام لكن هذه المرأة كدولة ومؤسسات طبعاً كدولة ومؤسسات المملكة المغربية كانت كان رأي جلالة الملك حكيماً ومتبصراً وعبر على أن المملكة لها خصوصيات ولها تقاليد في الحكم وفي تدبير الأزمات على مر العصور فالمملكة المغربية التي لها عقود وعصور لها رزنامة من الخبرة والتقاليد التي تعتمر في مثل هذه الأزمات ولذلك كانت الحكمة في تدبير أزمة القرقرات أكدت على أن مثل هذه الأزمات لم يزلزلوا أو يحركوا ولو شعروا في رؤية والسراتيجية المملكة المغربية كيف؟ هو أن المغرب لما حاولت هذه المجموعة قطع الطريق عن الرواج التجاري الدولي في معبر الكركرات الرابط ما بين المغرب ومريطانيا تشاور المغرب مع أبعثة المينيرسو ومع هيئة الأمم التحيدة من أجل إطلاعها على ما يحدث وترك مجالا لحوالي ثلاثة أسابيع من الصبر ومن مشقة أولئك المسافرين أو أولئك التجار الذين ضاعت لهم تجارتهم وهم في حالة رعب وخوف مما كان يحاكوا ضدهم من طرف تلك المجموعة فثلاثة أسابيع كانت كافية لإضاح أو لتوضيح للمنتظم الدولي على أن هؤلاء يريدون شيئا آخر هو استفزاز المغرب وطبعا النظام الجزائري كان قد بنى خطة في هذا الاتجاه من أجل استفزاز الجيش المغربي ولتجيعه على القيام بأعمال غير التي قام بها فكانت البصيرة وكانت الحكمة أن الطريت والصبر هو الأساس فلما مضت ثلاثة أسابيع كان الخطاب الملكي في ذكرى المسير الخضراء حاسما لما قال أنه لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه في الكلكلات ولا بد من الحسم في هذا الميل بعد مرور 6 نومبر عند المسير الخضراء المضفرة كان الحسم فعلا فتم إجلاء هذه المجموعة تم إجلاؤها وليس قتلها أو ضربها كان من الممكن بقذيفة واحدة أن يقتل كل تلك المجموعة لكن لأن الحكمة والبصيرة وهؤلاء الذين كانوا هناك هناك منهم مغاربة وغير مغاربة صحراويين كانت الحكمة تدعي ورسمية الدولة وشخصية الدولة وهبة الدولة تفرض أن يجلى أو تجلي هؤلاء وليس لقتلهم مثل البلاغ الرسمي كان واضح أن المغرب لن يستخدم العنف أو لن يلجأ إلا إطلاق النار إلا دفاعا عن النفس هذا الجانب التواصلي والتدبيري المؤسساتي للدولة المغربية كان أعطى وهجا كبيرا لها في المنتظم الدولي مما جعل الإجماع الغير مسبوق الذي تم خلال هذه العملية أن رحبت به كل الدول وبالتالي المغرب ربح رهانا كبيرا وقلب الطاولة على النظام الجزائري الذي كان يقصد من خلال هذه العملية إلى جره إلى المنزلق كما فعل في إكليميزي كما فعل في الكثير من العمليات التي يدبرها وهو لن يقف عند هذا الحاد لأنه الآن أصبحت جبهة البوليزاري بمثابة الجمرة في حجر النظام الجزائري إلى أي جهة سيرمي بها هو الآن حاصل حاصل على المستوى الداخلي بأن الشعب الجزائري يطالبه سؤال مهم يقتضي نقاشا كاملا أشكرك جزيلا عبد السلام عزوزي ويبقى سؤالك كما قلت مطروحا ونستطبق إليه مستقبلا إن شاء الله ماذا تفعل الجزائر بما صنعته نتحدث عن البوليزاري طبعا وما هو مصير الجبهة مستقبلا أنت عوض في دولية النشرين المغاربة ورئيس أكاديمية المستقبل للإعلام أشكرك جزيلا سي عبد السلام العزوزي على حضورك معنا هذا المساء شكرا لك على وسائل شكرا لكم وإلى فرصة وخلق شكرا شكرا لك أشكر موصولون لكم أنتم أيضا مشاهدين أينما كنتم تتابعون على قناة العيون وكذلك لكل الزملاء التقنيين وطاقم العمل هنا في القناة الأمازيغية على استضافتنا ولكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة من فريق العمل من قناة العيون وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من العاصمة هذا كريم حضري يحييكم أطيب المنى وإلى أن ألقاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر